اشتركوا في القناة بوتين يتزايدون يوماً بعد يوم والغرب يضغط بوسيلته المعتادة على افريقيا صندوق النقد الدولي ومجلس الامن يستجيب لطلب بوتين بعقد جلسة طارئة لمناقشة تصرفات كييف والنمسا تكشف حجم خسائر اوكرانيا في الهجوم المضاد وزيلنسكي استغيث بدول امريكا اللاتينية فهل من مجيب وصحفي امريكي يكشف الفاعل وراء تفجير جسر القرم فمن هو يا ترى والمانيا تعترف بضعف اوروبا وبوتين يشيد بدعم بيونج يانج للحرب في اوكرانيا والاخيرة تكشف لروسيا عن احدث اسلحاتها فما هو؟ تحالف روسي افريقي يثير رعب الغرب ومجلس الامن يستجيب للطلب روسيا وجونجون يدعم الحرب في اوكرانيا بعد ان اجتمعت اوروبا ودول الغرب ضد روسيا بعد ان قرروا تكوين تحالف كبير في وجه روسيا الا ان بوتين قالها لهم لست من يمكنه تشكيل تحالفات فقط فروسيا لديها من الحلفاء الكثيرين الكثيرون يرغبون في انهاء عصر الهيمنة الامريكية ففي القمة الروسية الافريقية ظهر الامر جليا للغرب بان افريقيا تؤيد روسيا في شن حربها على اوكرانيا كما انها تؤكد على دعمها لمبدأ تعدد القطبية حيث قال بوتين خلال حفل استقبال على شرف ضيوف قمة روسيا افريقيا تقف الان روسيا والدول الافريقية معا من اجل تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الاقطاب على اساس مبادئ المساواة في السيادة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها واضاف بوتين نتطلع الى المستقبل بتفاؤل حيث تستند العلاقات الروسية الافريقية الى روابط صداقة قوية ومساعدة متبادلة ليتجه الغرب الى استخدام سلاحه المعروف دائما الى وهو الضغط على القارة السمراء باللجوء الى صندوق النقد الدولي قيث اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخروفا ان الدول الغربية هددت دول القارة الافريقية بوقف المساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ردا على تعاونها مع روسيا وقالت زاخروفا وضع الغرب شروطا لعدد من الدول بانه اذا لم تتخذ موقفا عدوانيا تجاه روسيا موقف موال للغرب فلن تخظى بمساعدة صندوق النقد الدولي او البنك الدولي بعد ان تقدمت روسيا بطلب لمجلس الامن للتحقيق في استخدام كييف القنابل العنقودية والاسليب المختلفة والتفجيرات المتتالية اعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي عن عقد جلسة لمجلس الامن الدولي حول استخدام كييف اساليب تفجيرية في الحادي والثلاثين من يوليو بناء على طلب روسيا وقال بوليانسكي القضية الاوكرانية في مجلس الامن الدولي في يوليو مازالت مفتوحة طلبنا عقد جلسة في الحادي والثلاثين من يوليو حول الاستخدام المنهجي للاسليب العنفية من قبل نظام كييف وهو عامر يؤدي الى تفاقم الازمة الاوكرانية ومع ارتفاع حجم الخسائر الاوكرانية في الهجوم المضاد اكد الخبير العسكري الاستراتيجي بوزارة الدفاع النمساوية ماركوس ريزنر ان الكثير من جنود القوات الاوكرانية الذين خضعوا لستة اشهر من التدريب في دول حلف الناتو لم يعودوا موجودين وقال ريزنر انه تحدث الى زميل اوكراني قال انه في وحدة عسكرية مجاورة ولديهم قائد من قوات الاحتياط يبلغ من العمر سبعة واربعين عاما واشار الخبير الى انه امر فصيلة من جنوده بالذهاب الى حقول الالغام بسبب قلة خبرته فلم يعد منهم الا حوالي النصف ويبدو ان القسائر تحيط بيزلينسكي من كل مكان حيث اعلن انه يحتاج الى مساعدة رئيس البرازيل لويس الناسيو لولا دا سيلفا لكي يجمع قادة امريكا اللاتينية ويتواصل مع سلطات كيف للحصول على دعم سياسي وقال زلينسكي اولا احتاج الى اشياء محددة وهي توحيد امريكا اللاتينية ومنحنا الفرصة للاجتماع والتحدث واعترف زلينسكي بانه لا يتوقع امدادات اسلحة من البرازيل واعلن لولا دا سيلفا في وقت سابق ان المجتمع الدولي سائم النزاع في اوكرانيا واشار الى اهمية الجهود التي تفذلها الدول لحل الازمة ومع اتهام روسيا لاوكرانيا باستهداف جسر القرم لكن كيف لم تعترف بوقوفها وراء هذا الاجوم حتى الان ليكشف الصحفي الامريكي الحائز على جائزة بول تيزر سيمور هيرتش عن استخدام تكنولوجيا امريكية في الهجوم الاخير على جسر القرم الذي اصفر عن مقتل مدنيين وتابع هيرتش الذي استند في مقاله الى شهادة مسؤول في مجتمع الاستخبارات الامريكية ان اوكرانيا هاجمت جسر القرم وبينما اوضح الرئيس الاوكراني فولودومير زلينسكي قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا انه يعتبر الجسر هدفا عسكريا مشروعا هاجمت اوكرانيا الجسر بداية اكتوبر الماضي باستخدام طائرة مسيرة وتم اصلاح الجسر في غضون سبعة اشهر كما تم استهدافه قبل نحو اسبوعين ويؤكد هيرتش على ان دور ادارة بايدن في كلا الهجومين كان حيويا وتابع قال لي مسؤول امريكي بالطبع كانت التكنولوجيا المستخدمة ملكنا ويشير المصدر الى ان الزورق المسير كان موجها عن بعد ونصف مغمور مثل توربيد لم تعد هزيمة روسيا لاوكرانيا فقط بل باتت المانيا تراها هزيمة لاوروبا باكملها حيث اكد رئيس مجمع ريهايمينتال للصناعات العسكرية في المانيا ارمين بابيرغر ان بلاده ودول اوروبا ستجد صعوبة بالغة في الدفاع عن نفسها في حال مهاجمتها من عدو قوي واشار الى ان مئة مليار يورو التي خصصت السلطات الالمانية لتحديث قواتها العسكرية لن تكون كافية لاعادة تجهيز الجيش وبعد دعمه للحرب في اوكرانيا ودعم مواقف روسيا اشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا وتضامن بيونج يانج مع موسكو بشأن العديد من القضايا الدولية وقال بوتين ان الدعم الثابت للعملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا من قبل كوريا الشمالية وتضامن مع روسيا خول القضايا الدولية الرئيسية يؤكدان على اهتمامنا المشترك وعزمنا على التصدي لسياسة الغرب الذي يعرقل احلال النظام عالميا لتعددية الاقطاب الحقيقية مبني على اولوية القانون الدولي والامن غير القابل للتجزئة واحترام سيادة الدول ومصالحها الوطنية وجاء ذلك في برقية التهنئة التي وجهها بوتين الى بيونج يانج بمناسبة عيد الانتصار في حرب التحرير الوطنية الذي تحتفل به كوريا الشمالية في ذكر انتهاء الحرب الكورية عام الفٍ وتسعمائةٍ وثلاثةٍ وخمسين اذا وزار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونجون ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو معرض الاسلحة الفين وثلاثةٍ وعشرين في بيونج يانج وذكرت وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية واذاعة صوت كوريا ان كيم وشويغو اطلع معاً على الاسلحة الحديثة وبحث الاتجاهات والاستراتيجيات العالمية لتطوير الاسلحة واضافت انه خلال المحادثة اعرض كيم جونجون عن رأيه في القضايا ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بمواجهة عنف وتعصف الامبرياليين